الله يسر صومه وقيامه إنا ببابك يا مهي من قرارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحبه ترحيب المطر مهز قلبي وفتر حياكم الله جميعا مع حلقة جديدة من برامك وش داله قالوا إن أي قرار تتخذه من أجل كرامتك لن تندم عليه كرامة الإنسان هي أغلى ما يملك في هذه الحياة الله عش قال ولقد كرمنا بني آدم كرمك الله رفع قدرك وأعظم كرامة قدمها لك أيها الإنسان أن جعلك عبدا له ومما زادني شرفا وفخرا وكتب أخمصي أطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لنبيه صلى الله عليه وسلم إياك ثم إياك أن تنحني لمخلوق أو أن تطأطي أرسك لإنسان فكرامة الإنسان هي أغلى ما يملك في هذه الحياة والله جل وعلا قال وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنُونَ لكن هناك شرط إن كنتم مؤمنين فمثلا إن كنت مع الله مستحيل أن تخاف من أي شيء دون الله لأنك تعلم وتتيقن أن الآجال بيده وأن الخير بيده وأن الرزق بيده ما هو طهر عزي موته والله ما تموت إلا إذا جاء جلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى صحراء كان في رحلة فنام تحت شجرة بلا حراسة إلا حراسة الله وبلا حشود من الجنود إلا جنود الله نام تحت شجرة وكان هناك رجل مشرك يتربص هذه الفرصة يدور لهذه الفرصة يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم فجاء شوية 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 وكل صحابة نايمين كل واحد تحت شجرة والرسول تحت شجرة لوحده بلا حراسة وكان السيف معلق في تلك الشجرة وصل الله عند الشجرة وأخذ السيف وسله ثم أيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد السيف على رأس النبي خلاص عيبته لقدر وهذا الرجل فترة طويلة يدور لهذه الفرصة قام عليه الصلاة والسلام من نومه فرأى السيف في يد ذلك الرجل فنظر إليه الرسول وابتسم والتبسم في وقت الموت أمر لا يجيده إلا العظماء والنبي كان من أعظم العظماء عليه الصلاة والسلام تخيل أنت قد تشوف الموت وقرر السيف على رأسك وشخص قد يدور لك له فترة ويشي يقتلك وهو ماسك للسيف هذاك المشرك قال يا محمد من يمنعك مني ما قال الرسول بكل ثقة وبكل يقين قال الله جل جلاله فارتعد ذلك المشرك وسقط السيف من يده وأخذ السيف رسول الله عليه الصلاة والسلام قال من يمنعك مني يا عدو الله قال لا أحد ولكن كن خير آخذ قال عفوت عنك مستحيل إن فيه شخص سيعفو عنك وأنت كنت بتقتله قبل ثواني قبل لحظات قال عفوت عنه ما يعفو ويسامح في هذه اللحظة إلا قلب نبي وأسلم ذلك الرجل ولم يتوقف عند هذا الحد بل ذهب ودعا قبيلته إلى الإسلام فأسلمت عن بكرة أبيها ثقتك ويقينك بالله تجعلك كبير ما تخاف ولا تخضع ولا تنحني الله عشان يطمننا قال لنا ورزقكم في السماء وما تبعدون نسأل الله عز وجل أن يكلمنا وأن يرفع قدرنا وأن يعيننا على أنفسنا وفي أمان الله باه ياسر صومه وقيامه إنا ببابك يا مهيمن نقرع فضلا ومغفرتان وواسع رحمة والعتق من سقر وعفوك مطمع وإنهار محبوك مطمع وإنهار محبوك مطمع وإنهار محبوك مطمع